كمان مارسي الكولر الموديل الفني للنادي الاهلي عمل اكتر من جلسة مع امام عشور الفترة اللي فاتت تحديدا في معسكر النمس طيب ايه بقى قاعد مع امام عشور بيقول لهي مش قاعد معاه قاعدة كده يعني قاعد معاه في الملعب تعليمات فنية انت هتشتغل ازاي الفترة اللي جاية مع الاهلي ومع البحث كده عارفنا ايه الحاجات اللي طلبها من امام عشور حاجتين مهمين جدا والاثنين حاجات فنية جدا يعني سيبا جواب الحاجات اللي هي ايه كان قبل كده ادارة النادي الاهلي او ادارة الكورة في النادي الاهلي مدير الكورة كان يقول امام عشور ما تشتغلش على السوشال ميديا ما تقعدش تتلعب في السوشال ميديا ما تقولش حاجات داي تبقى مستفزة دي حاجات ليه علاقة بالادارة بتاعة فريق الكورة المسؤولة عنه التي كابتن خارج بيبو قابله كابتن ساد عبدالحفيز لكن مارس الكورة في امور فنية طلب منه حاجات معينة اول حاجة لو تفتكروا امام عشور في اواخر ايامه مع نادي الزمالك كان بيلعب رقم ستة لعب ديفندر مكان طريق حامد او في الاهلي مكان مثلا مروان عطية وقال له لا انت بالنسبة لي هتلعب تمانية بادوار رقم عشر خد بالك لالي بيلعب ازاي لالي بيلعب اربعة ثلاثة ثلاثة وهقولك بالاسماء عشان تفهمني في واحد ستة اللي هو مروان عطية فيه اليو ديانج وكان فيه حمدي فتحي ستة هو ستة راجل بس يعني قدام الخط اول واحد قدام خط الدفاع معروف ادواره الدفاعية اكتر من ادواره الهجومية وفيه اليو ديانج لعب رقم تمانية بيشارك في الهجوم بس على استحياء بادوار دفاعية اكتر وفيه لعب تاني اللي هو حمدي فتحي بيشارك في الادوار الهجومية بشكل اكبر وادوار دفاعية اقال وعشان كده لما حمدي فتحي مشي كان اللي بيلعب الدور ده محمد مجدي افشي انه بيلعب ادواره هجومية اكتر وادوار دفاعية اقل امام عشور هيبقى الدور ده دور حمدي فتحي او دور محمد مجدي افشي اللي هو تمانية بمواصفات رقم عشر يشارك في الهجوم طيب دي جزئية الجزئية التانية انه في التدريبات في المعسكر كان بيخلي الناس اللي كانت موجودة هناك قالولنا يعني انه امام عشور يشوت من كل مكان في الملعب وده ناحية الشمال قال له شوت من هنا وده قدام المرمى قال له شوت من هنا وده ناحية اليمين قال له يشوت من هنا وده كانت نقصة في النادي الاهلي شوية الناس اللي بتصوب من الخارج بشكل فيه ضكة كبيرة امام عشور دي واحدة من اكتر مميزاته والراجل بيشتغل عليها انه يطورها كمان انه مش بياخد الميزة وخلاص لا ده بيطور الميزة دي في المعسكر المقام حاليا في النمس